نحن لم نتوقع هذا كل شيء، الآن نحن نحن في تشلسي كيبك، التي تقع 15 دقيقة بعيداً عن العاصمة الكندية أتوى أقصيت فتيمة أنفاري من مهنتها التربوية في مدرسة تشلسي الابتدائية لكونها محجبة وفقاً لقانون العلمانية في المقاطعة الذي يحضر ارتداء الرموز الدينية على الموظفين العموميين مما دفع الطلاب وأولياء الأمور بالتعبير عن دعمهم لها هذا وطالبت المدارس الإنجليزية في مدينة مونتريال بتعليق قانون العلمانية بلتوانيون لكنها خسرت في المحكمة الشهر الماضي وعلى إثر ذلك تم استبعاد فاطمة أنفاري من التدريس ونقلها إلى وظيفة أخرى في المدرسة أماندا هي والدة لثلاثة أطفال في مدرسة تشلسي والتي وصفت إقصاء المعلمة بسبب حجابها أمر مروع ومحزن وأنها واجهت صعوبة بالحديث مع أطفالها وإخبارهم عن سبب استبعاد فاطمة عن التدريس وتشجع أماندا ناس أن يكتبوا لأعضاء البرلمان عما حدث ويرى البعض أن على رئيس الوزراء جاستين ترودو التدخل والوقوف ضد هذا القانون وأكد مجلس مدارس كيبك قرار المدرسة موضحا أنه لم يكن لدى مجلس المدرسة أي خيار سوى إقصاء المعلمة من وظيفتها تنفيذا لقانون العلمانية الذي أثر على حياة فاطمة المهنية وغيرها من المسلمين الذي يبلغ عددهم في مقاطعة كيبك أكثر من خمسة ملايين نسمة حسب تقارير وإحصاءات صدرت في عام 2019 سأتها أشار